السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اعجب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحمد الله تعالى ونشكره ان وفقنا وياكم لكي نجتمع على رحاب القرآن الكريم انه اطيب الكلام كلام الله رب العالمين ومن اعظم العبادات عبادة العلم والتعلم والتفكر والتدبر والاستنباط ونواصل مسيرتنا القرآنية في النظر والفهم لكتاب الله جل جلاله نواصل حديثنا وقد كنا قد وصلنا الى سورة الانعام الملقب ايضا بسورة الحجة لان الله تعالى حشر فيها الكثير من الحجج الدامغة والبرهين الساطعة على صدق الوحي الالهي وعلى صدق رسول الاسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى التأكيد على العقائد الاسلامية وفيها يدخل ربنا في جدال ونقاش مع اصحاب الرأي والرأي الاخر انها مدرسة للديمقراطية الرأي والرأي الاخر دون اقصاء وصلنا ايها الاحباب الكرام الى الاية 114 من سورة الانعام نواصل نقرأ متى يسر ثم نحرس على ان نفسر التفسير الظاهري وايضا ان نستنبط بعض الاحكام ونربطها بواقعنا المعاصر فاذا كان القرآن الكريم قد نزل منذ 15 قرنا على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واسباب النزول كلها مرتبطة بوقائع تاريخية قديمة جدا وفي بيئة جغرافية بعيدة عننا جدا مع كل هذا فان القرآن الكريم يخاطب كل الناس كل الامم في كل زمان في كل مكان ونحن معنيون بذلك نحن الان في بقعتنا الجغرافية وفي زماننا هذا في القرن الواحد والعشرين كأن القرآن الكريم يخاطبنا مباشرة رغم ان الخطاب يبدو في الاول الى مشرك قريش من العرب في مكة المكرمة في ما قبل الهجرة النبوية الشريفة ولكن القرآن الكريم كلام الله رب العالمين هو الدستور الخالد لكل زمان ولكل مكان وموجه لسائر الأعصر والأقوام نواصل بدءا من الآية مئة وأربعتاشر التي توقفنا عندها في حصة الأمس ونقول بعد أعود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته ممنين وما لكم ألا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم تعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نفتح عقولنا ونفتح قلوبنا ونفهم كلام ربنا ونتبرق به أي نعم نحن نؤمن بمفهوم البركة لما تقرأ القرآن بنية الفهم والتدبر والعمل ففيه بركة بركة في الإيمان بركة في الصحة بركة في الأهل والأولاد بركة في الرزق بركة في الأمن والإيمان والسلم والسلام بركة في كل شيء نقرأ نفهم نتدبر ونتبرك ربنا عز وجل ماذا قال في هذه الآيات قال أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل أنزل إليكم الكتاب مفصلا الخطاب موجه لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول له رب العزة يا محمد قل قل للمشركين من العرب هل المطلوب مني أن أتخذ حكم من دون الله الناس في هذه الدنيا يحتاجون إلى حكم وإلى حاكم ضروري لا يمكن لأي تجمع بشري أن يكون بلا حكم وحاكم فلابد للناس أن يشرعوا الأحكام التي تصلح لإدارة شؤون حياتهم القانون المدني والقانون الأسري والقانون المالي وقانون الحريات العامة والقانون الدستوري وقوانين كثيرة متعددة لا بد للتجمع البشري من أحكام وحاكم لكن ربنا عز وجل هنا يلفت الانتباه إلى أنه إذا أردنا أن نحكم أحكام معينة في حياتنا فربنا قد أعطانا شريعة إسلامية حية وإنه يجب أن نحكم هذه الآيات نزلت في مكة المكرمة ونعلم جميعا بأن القرآن المكي لا يتوفر على أحكام شرعية في بيان الحلال والحرام القرآن المكي يتكلم عن بناء النفوس والحقائد يتحدث عن توحيد الله يذكر للدار الآخرة للبعت والنشور بعد الموت ويخبر بقصص الأنبياء والمرسلين إنه يتحدث عن مبدأ الألوهية والربوبية ناخدوا أيها الأحباب القرآن المكي في مجمله يتحدث عن الألوهية والربوبية لكن هنا ربنا يتحكم عن الحكم يتكلم عن الحكم هذا ما يسمى الآن بالحاكمية الحاكمية عندنا الألوهية والربوبية ومبحة الأسماء والصفات وعندنا الحاكمية بمعنى أن الحكم لله هذه القضية قضية الحاكمية مرت عبر التاريخ تجد صدى لها عند طوائف من المسلمين لكن في العصر الحديث في عصرنا هذا انشغل بها المسلمون وخصوصا ما يسمى بالحركات الإسلامية والجماعات الإسلامية إذا أردنا أن نفهم حقيقة الجماعات الإسلامية في الوطن العربي وفي العالم الإسلامي ومنهم المغرب العزيز في حركات إسلامية كثيرة بنت هذه الجماعات فكرها المحوري حول قضية الحاكمية لماذا وقع سراع بينها وبين الأنظمة الحاكمة لماذا وقعت مؤتمرات ولقاءات دولية ومحلية ووطنية لاحتواء ما يسمى بالجماعات الإسلامية والحوار معها أو إقصائها ومنهم من دخلوا في عراق شديد انتهى بسجون وانتهى بأشياء مرعبة هو الخلل في مفهوم الحاكمية فربنا لما قال أفعل الله أبتغي حكما يعني أن الحكم لله الحكم لله معنى أن الله تعالى قد أنزل علينا في كتابه العزيز شريعة كاملة متكاملة هذه الشريعة فيها كل ما يخص الناس في حياتهم في كل مجالات الحياة في مجال الشؤون الاجتماعية والشؤون الاقتصادية والشؤون السياسية والقضايا الفكرية بل وحتى قضايا الأمن الاستراتيجي وما يتعلق بالميزانيات الكبرى وقضايا التوازنات الاقتصادية وما يتعلق بقانون الأسرة من زواج وطلاق وما يتعلق بالعدل العدالة الاجتماعية وقضايا الاستقلال القضاء وإعادة الحقوق إلى أصحابها ومحاربة الفساد بكل أشكاله وفض المزاعات بين الناس ورعاية أمور الناس ومصالحهم وحفظ الأمن العام هذه كلها قضايا أتارتها الشريعة الإسلامية ومن ثم رأينا هناك جماعات تطالب بإحياء الشريعة الإسلامية في حياتنا لكن السؤال الذي توقفنا عنده في حلقة الأمس هل الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في زماننا هذا هذا إشكال كبير يطرح ورأينا مؤتمرات وندوات كثيرة أنا أذكر منذ أكثر من عشرين سنة حضرت إلى العشرات من هذه المؤتمرات بعضها في المغرب وبعضها خارج المغرب وبعضها كان أكاديميا راقيا وبعضها كان شعبويا أشكال وألوان خلاصة الكلام أيها الأحباب الكرام هل هذه الشريعة التي يطالب النسب تحكيمها اليوم في هذا العصر هل هي صالحة أم لا أصحاب المرجعية الدينية من العلماء ومن الأساتذة ومن الدعاة والوعاب كلهم يوقنون يقينا تاما بأن الشريعة الإسلامية صالحة للتطبيق في كل زمان وفي كل مكان خصوصا في زماننا هذا هذا ما يقوله العلماء والأساتذة الكبار والوعاب والدعاة بل إن قادة الأحزاب السياسية ذات المرجعية الإسلامية تطالب بتطبيق ذلك وعندها برامج منها من نجح إلى حد ما منها من باء بالفشل ومنها من دخل في صراع وانتهى به المآل إلى السجون ومنها من ينتظر يتكلمون عن الحكم على مستوى الدولة فهؤلاء يوقنون بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان بالمقابل هناك نخبة أخرى من المفكرين عندهم مرجعية تسمى علمانية أو تسمى معاصرة أو يرفعون لواء الحداثة أو ما بعد الحداثة هؤلاء كلهم يؤكدون بأن هذه الشريعة ينفون أنها صالحة للتطبيق في هذا العصر ويؤكدون بأن هناك بونا في الزمن مر خمسة عشر قرن من الزمن كيف يمكن لحكم ظهر منذ خمسة عشر قرن في الزمن في بيئة صحراوية متواضعة أن يحكم الآن في عالم أصبح الكوكب الأرضي عبارة عن قرية صغيرة عالم العولمة عالم التجديد عالم الاختراعات عالم الذرة والمجرة وقضايا حقوق الإنسان وهذه الشريعة نزلت في زمن بعيد جدا وكل ينتصر إلى رأيه فما هو الجواب الصحيح الجواب الصحيح هو لتيار وسطي يؤكد أولا بأن هذه الشريعة الإسلامية تمتاز بميزات عظيمة وجليلة لا تمتاز بها أي شريعة فوق الأرض إلا للشريعة الإسلامية ما هي هذه الميزات؟ أولا قضية الشمول أنها شاملة شاملة لكل موضوعات الحياة ليس هناك الشريعة أخرى حتى عند اليهود عند النصارى عند الهندوس ماكن هناك الشريعة الشاملة في حين أن الشريعة الإسلامية تحدثت عن كل شيء عن الأسرة عن الأخلاق عن المجتمع عن الإدارة عن الاقتصاد عن السياسة عن الحكم عن الجريمة عن العقوبات عن كل شيء كل كل شيء وهذا مصداقا لقول الله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء ما فرطنا في الكتاب من شيء يعني اسأل ما بدى لك اسأل ما بدى لك في الدين والدنيا اسأل ستجد القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة قد تحدثت عن كل شيء كل شيء من دون تفرط في أي مجال ما فرطنا ما فرطنا تكلم عن عن قضايا العلم الأجنة تكلم عن قضايا الأفلاك والسماوات والأراضين والبحار والنجوم والكواكب والنفس البشرية وعالم الاجتماع وقضايا القانون والعلاقات الدولية وكل ما يخطر على بالك عالم الجن عالم الوضوء عالم الملائكة عالم الموت عالم البعث عالم النشور ما قبل الخلق ما بعد الخلق كل كل شيء وصدق ربنا لما قال ما فرطنا في الكتاب من شيء وقال أيضا ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء يعني أي شيء تريده مبين في كتاب الله جل جلاله والعلماء لما ذكروا الشريعة الإسلامية وجدوا بأنها محكومة بمقاصد عامة هذه المقاصد الآن القانون الفرنسي كان مع نابوليون والقانون البريطاني انتفع بها أيما انتفاع في قضايا ما يسمى بالكلية الشرعية الخمسة من باب حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض وحفظ المال وجوهرها هو مراعاة المصلحة ودرء المفسدة جاءت لجلب المنافع ودرء المفاسد ورفع الأضرار هذه الشريعة الإسلامية لكن المشكل أين ينكمن إنه يكمن في إغلاق باب الاجتهاد على المسلمين هذا هو المشكلة الأكبر لما أغلق باب الاجتهاد فالشريعة الإسلامية لما أغلق هذا الباب صارت تظهر بمظهر القابل للتطبيق في العصر الرابع الهجري فقط الكتب الإسلامية أمهات الكتب الآن التي هي في المكتبات هي كتب رائدة وكتب رحم الله مؤلفها إنهم جامع إرث النبوة الإمام البخاري والإمام مسلم النيسابوري والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيف النعمان والإمام الشافعي والإمام ابن تيمية وابن قيم الجوزية وغيرهم من العلماء الأجلة كتب عظيمة فإذا أردنا الآن أن نحكم بقضايا هؤلاء العلماء الأجلاء نجد بأن الأحكام المستنبطة والمفهومة تناسب العصر الرابع الهجري هؤلاء الناس اجتهدوا في عصرهم ومن بعد توقف باب الاجتهاد وسرنا نردد كلام هؤلاء العلماء الأجلاء مع أن العصر الحاضر يتطلب تحديات جديدة ولكي نقوم بحل مشاكلنا لا بد أن نفهم الدين الإسلامي والحكم الإسلامي على ضوء متغيرات الواقع المعاصر فنحن نواجه مشاكل راهنة ونحتاج إلى إيجاد حلول فحينما يقوم بعض المسؤولين لتطبيق هذه الأحكام في وقت المعاصر يجدون بأن البون الشاسع المستنبطين هم علما كانوا في القرن الرابع والخامس والسالس الهجري هناك توقف باب الاجتهاد أغلق باب الاجتهاد إذا أراد أن يطبق هذه الأحكام في هذا الزمن يرى البون الشاسع نحن نطبق آراء فقهية لبشر وليس القرآن الكريم رب البشر ومن ثم الكثير من الساسة والحكام لما أرادوا أن يطبقوا هذه الأحكام وجدوها بأنها لا تنسجم مع الوضعي الراهنة ومن ثم صاروا كأنهم مضطرين أن يستوردوا المسلمون استوردوا قوانين جديدة وأنظمة جديدة من دول متقدمة رغم أنها بعيدة عن الدين الإسلامي ولكن نظروا إلى المصلحة على الأقل في هذه المصلحة والمشكلة هو حتى في الاستيراد لم نستطع أن نحقق نهضة تنموية في بلادنا الإسلامية لاحظوا العالم العربي برمته ما في نهضة إسلامية رغم تهلصنا من الاستعمار في الخمسينيات من القرن الماضي ولا زنا لم نستطع أن نحقق نهضة لا على مستوى حقوق الإنسان ولا على مستوى التنمية الاقتصالية والاجتماعية نناطح بها كبريات الدول لماذا؟ لأن القوانين هي مستوردة ولا يمكن أن تنبت نباتا طيبا طبيعيا في أرضنا نحن باعتبارنا مسلمين نحتاج إلى أن نقدم الحلول من خصائصنا ومن هويتنا فعلينا أن نتيقن أيها الأحباب الكرام ربنا حبانا بشريعة إسلامية تمتاز بالشمول شامل لكل مناطق الحياة ومجالتها وتتميز بالمرونة المرونة يعني قدرتها على الاستجابة لمتغيرات الزمان والمكان لكن بشرط لابد من فتح باب الاجتهاد باب الاجتهاد العلماء ذكروا فيه مجموعة من الأدوات لكي نقوم بعملية الإنتاج من جديد نستنتج من القرآن الكريم والسنة التابتين هؤلاء وحي تابت لكن الكتب الأخرى هي اجتهاد بشري يؤخذ منه وممكن أن نحتفظ بالبعض الآخر هناك أدوات اشتغال كالمصالح المرسلة والاستحسان والاستصحاب والقياس وسد الدرائع وفتح الدرائع والعرف والعادة وغيرها لابد أن نفعل هذه الأدوات في فهم القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة للأسف هناك علماء أصول ومقاصد يدركون هذه القواعد ويحفظونها عن ظهر قلب لكن بمفردها لا تكفي لابد للمشاهد أن يكون مطلعا على الواقع الذي سوف يشهد فيه إذا كان واقعا اقتصاديا عليه أن يكون ملما بأحكام الاقتصاد وبأحكام الأسواق وتقلبة الأسواق وتلاعبات الأسواق إذا كان سيحكم في قضايا الأسرة لابد أن يعرف حقيقة الأسرة ومشاكلها وتقلباتها واستضامات بين الزوجين والأعراف والتقاليد التي تحكم فيشهد إذا كان سيتكلم عن قضايا إدارة الحكم نظام الدولة لابد أن تكون له خبرة في علوم الإدارة وعلوم التسيير وعلوم متعددة مرتبطة بالاستراتيجية العامة فهذه كلها أدوات حينما نفتح باب الإجتهاد فما لم نفعل هذه الأدوات سنبقى نتكل على العلوم وعلى المفاهيم التي سنها علماؤنا الأجلاء في القرن الرابع الهجري أو الخامس العشري ومن ثم تكون الأحكام المستنبطة عاجزة عن التطبيق عاجزة عن التطبيق لماذا؟ لأنها فرق كبير بين القرون الماضية وزمننا المعاصر ومن ثم نجد هناك البعض ينفي والبعض يؤكد والبعض يتم استغلال ذلك سياسيا ويبقى الناس في حي سبيس يبحثون عن الحل طبعا الشريع الإسلامي المرتبط بالأحكام والحلال والحرام ما يسمى الآن بالحاكمية أما عن الربوبية والألوهية فالحمد لله هذه منتشرة في البلاد الإسلامية الناس كلهم يؤمنون بالألوهية أن الله هو الخالق وهو المدبر للشؤون الخلق والربوبية أي أنه يعتني الرعاية والعناية للخلق هذه كلها كلها يتفقون عليها حتى أن تلك الجماعة المسمى برجال التبليغ والدعوة إلى الله يركزون فقط على الألوهية والربوبية ولا يقربون إلى الحاكمية يقولون نحن نتحدث عن تحت الأرض وفوق السماء تحت الأرض يعني القبر ونعيمه وفوق السماء عن الجنة ونعيمها وما بينهما دنيا فأترك ما لله لله وما لقيصر لقيصر في حين أن الحركات الإسلامية قلوا لا لا بد من استكمال المنظومة الإسلامية هناك ربوبية وأهلوهية وهناك حاكمية هذا معنى قول الله عز وجل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلة أنزل إليكم الكتاب مفصلة يعني القرآن الكريم فيه تفصيل لكل شيء فيه الحديث عن العقائد وعن الأديان وعن الحياة قبل الوجود ربنا يحكي لنا كيف كنا قبل أن نوجد في عالم الدر يسمى عالم الدر قبل أن يخلق آدم وتحدث ربنا عن الملائكة والنار والجن والإنس وغيرها ثم تحدث بعد ذلك عن العبادات في الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج والاعتكاف والعمرة وتحدث عن الزواج والطلاق والخلع والضغار واللعان والإلاء والمتعة وتحدث عن البيع والشراء والشركة والمضاربة والإجارة والوكالة والضمان والوديعة والرهن والوقف والعارية والصنح والإفلاس والحجر والهبى وغيرها وتحدث عن الماكولات كتاب الأطعمة والأشربة وعن الصيد والدبائح هذا ما سوف نتعرف عليه في سورة الأنعام سورة الأنعام ستتكلم عن الصيد والدبائح وسبب الكورونا الذي نعاني منه في زماننا هذا كان بسبب عظم التمييز في الصيد والدبائح عند أمم ما عندها عقيدة ولدين قضايا كثيرة متعددة هذا معنى قوله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصل يعني ربنا فصل فيه كل شيء ثم قال والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين من هؤلاء والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ربنا يقيم الشهادة هناك يا محمد إذا كان أهل قريش كانوا أميين أو كانوا عرب ما عندهم تقاف بالأديان فهناك من معهم من أهل الكتاب إنهم يعلمون كل شيء اسألهم يا محمد اذهب إليهم واسألهم من هؤلاء هم جماعات من اليهود ومن النصارى كانوا يعيشون في أرض العرب بعضهم كان يعيش في مكة المكرمة وبعضهم الآخر كان يعيش في المدينة المنورة وما حولهم فكان هناك دائما في الوطن العربي هناك جماعات يهودية وجماعات نصرانية ربنا عز وجل شرفهم وأعلى من قدرهم لما أخبر بأن هؤلاء من أهل الكتاب نسبهم إلى الكتاب في حين أن العرب لم يكن عندهم كتاب العرب كانوا عندهم شعر المعلقات السبع كانت تكتب بماء الذهب على رق الغزال ثم تنشر على على دهر الكعب المشرفة هذا دستورهم الأعلى ما يسمى بالمعلقات السبع ما كان عندهم كتاب أما اليهود كانوا مشرفين مكرمين يسمون أهل الكتاب والنصارى أيضا كانوا معززين مكرمين يسمون أهل الكتاب ربنا يقول يا محمد إن هؤلاء الأقوام والطواف عندهم علم بكل ما أقول اسألهم اذهب واسألهم هذه الآية تفتح الباب الآن لكي تقدم لنا بأن الآيات والصور المقبلة التي سوف تتنزل سوف تتحدث بإسهاب عن اليهود وعن النصارى في القرآن الكريم ولهذا نحن مطالبين أيها الأحباب الكرام لكي نتابع متابعة علمية ورصينة أن نتعرف من هم هؤلاء أهل الكتاب الطائفة الأولى يسمون اليهود وهم يسمون بالعبرانيين هؤلاء هم منحدرين من نسل إبراهيم الخليل عليه السلام العبرانيون هم من نسل سيدنا إبراهيم الخليل وهم عرفوا بالأصباط الأصباط يعني أبناء يعقوب كلهم كانوا موحدين هؤلاء اليهود كانوا موحدين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون أن موسى نبي الله وكانوا يعبدون الله حق عبادته وكانوا صالحين مصرحين وكانوا يطبقون أحكام التوراة القرآن يشهد بهذا القرآن الكريم يرفع من مقام اليهود في هذا الباب يقول ربنا عز وجل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيؤون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ربنا يعزز ويكرم هذه الطائفة من اليهود كانوا موحدين كانوا في عهد سيدنا موسى عليه السلام إن أنزلنا التوراة فيها هدى التوراة هو الكتاب المنزل على سيدنا موسى الكريم عليه السلام ربنا قال فيها هدى ونور الهدى الذي يهدي إلى طريق الحق والنور الذي يضيء ظنومات الحياة فيها هدى ونور يحكم بها النبيؤون يعني قضية الحكم هي عند كل الأديان يحكم بها النبيؤون من هم أولئي النبيؤون الذين أسلموا يعني أسلموا لله بمعنى أن جميع الأنبياء كانوا مسلمين من عهد آدم إلى نوح إلى إدريس إلى صالح إلى شعيب إلى إبراهيم إلى موسى كلهم كانوا مسلمين فالإسلام هو الدين الحق ما في أديان متعدد في دين واحد دين واحد جاء به الأنبياء كلهم نفس الدين جاء به الأنبياء موكب النور الخالد ولكن الذي وقع هو أن الناس غيروا وبدلوا فالحق عز وجل جعل بأن هذا التوراة التي أنزت على موسى أنهم يحكمون بمنهم الذين هادوا هادوا يعني اليهود سموا هادوا لماذا سموا اليهود لأنهم اهتدوا للذين هادوا والربانيون الرباني لغبه الرباني هو الرجل الذي قريب من الرب الذي يتحدث عن الرب الذي يحبب الخلق في ربهم يسمى الرباني للذين هادوا والربانيون والأحبار الأحبار هم العلماء علماء الفقه والقانون والشريعة بما استخفضوا من كتاب الله استخفضوا ربنا لم يحفظ التوراة والإنجيل بل أوكل ذلك لهؤلاء قلم يحفظوا الكتاب المقدس فإذا ضاع فهو مؤقت القرآن الكريم ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الكتب السماوي السابقة ربنا لم يتكفل بحفظها وإنما أوكل ذلك لأهلها بما استخفضوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فمعظم هؤلاء الأنبياء كانوا على التوحيد جلهم بل كلهم كانوا على التوحيد من أبرزهم سيدنا موسى هو نبي اليهود كان على التوحيد هارون أخو موسى كان نبي هو طلب من الله أن يجعله نبي قال هذا أخي وأشركه في أمري أشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كثيرا فصار هارون نبيا بطلب من أخه موسى يقول أحسن أخ في الوجود هو موسى طلب من الله أن يكون أخاه نبيا فصار كذلك ويوشع ابن نون هذا من أنبياء بني إسرائيل وسليمان ابن داود وداود عليه السلام هذا كلهم أنبياء بني إسرائيل كلهم كانوا موحدين والإسلام يكر بالتوراة كتابا من عند الله فيه هدى ونور والقرآن الكريم يذكر عدد من الأنبياء والرسل من بني إسرائيل ويعتبر الإيمان بهم من ضمن عقيدة المسلم المسلم لا تكتمل عقيدته إلا بعد أن يؤمن بأن هؤلاء هذا الدين حق وأن التوراة حق لكن ما الذي وقع فيما بعد ستظهر طوائف من النصارى ومن اليهود سوف يغيرون عوض التوحيد الخالص سوف يتجهون إما إلى التجسيم وإما إلى التعدد هناك من جسم الله قالوا الله له عين الله له يد الله له وجه الله له جهة فوقعوا في التجسيم والبعض الأخر وقعوا في التعدد تعدد الآلهة وقالت اليهود العزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ومن تم ربنا عز وجل بعت فيهم الأنبياء لماذا بني إسرائيل يعرفون بكثرة الأنبياء بعد موسى عليه السلام هؤلاء الأنبياء ما كان عندهم كتاب مقدس كانوا يعملون بالتوراة يردوهم إلى التوحيد يردوهم إلى التوحيد الآن الفرق بين المسلمين واليهود والنصارى الفرق البارس في التوحيد نحن نقول قل هو الله أحد الله صمد لكن الآخرين يقولون إما بالتجسيم أو بالتعدد ومن تم لما نزل الإسلام على قلب النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يطمع أن يؤمن بعض أهل الكتاب كانوا في مكة أو في المدينة وفعلا أسلم عدد من أحبار بني إسرائيل علماء جل أسلموا وآمنوا بالقرآن وصاروا من جملة الصحابة يهود من أتباع سيدنا موسى صاروا من جملة الصحابة ولعل من أبرزهم عبد الله بن سلام وأخوه ثعلب ابن سلام وكذلك يوسف ابن عبد الله وأسد ابن عبيد الله وتعلم ابن سعية وأسيد ابن سعية أخوه وغيرهم هؤلاء أسلموا وحسن إسلامهم مثلا عبد الله بن سلام كان يهوديا من يهودي بني قين قاع وكان يقول بأننا ننتظر النبي المنتظر إننا في أمس الحاجة لكي يظهر النبي المنتظر قد ظهر زمانه كانوا يسمعون بأن النبي الذي تنتظره بني إسرائيل وينتظره النصارى سيخرج من أرض العرب وسيكون عنده عنده كلام يصدق بما جاء به موسى عليه السلام فكانوا ينتظرون على أحر من الجمر من بينهم هذا اليهودي كان من أحبار بني إسرائيل كان رجل من أهل العلم ومن أهل الذكر ومن أهل الصلاح وكان ينتظر وعد الله تعالى بأن زمن النبي المنتظر قد ظهر وهم ينتظرون فعلا جاء زمن النبي المنتظر فسمع بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد ظهر وأراد أن أن يكون من الصباقين لهذا النبي المنتظر فبدأ يسمع عنه ولما هاجر سيدنا النبي إلى المدينة المنورة هو يحكي يقول لما وصل بدأت أبحث عنه هل هو فعلا النبي المنتظر أم مجرد مدعي يقول لما قدم محمد بن عبد الله للمدينة إن جفل الناس قبله وجاء الناس من كل مكان وتزاحموا حوله قال فلما رأيته بدأت أنظر إلى وجه هذا يهودي من كبار أحبار بني إسرائيل من بني قينقاع أنظر إلى وجه فلما تبينت وجه عرفت أن وجه ليس بوجه كذب لاحظوا أيها الأحباب الكرام أن الإنسان الذي يكون صادقا يتبين هل هو من أهل الصدق أم من أهل الكذب الوجه يقال التمس الخير في الوجوه الحسان فالذي عنده وجه حسن فإنه يكون صادقا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بوجه صبوح طيب مبارك فقال هذه أول صفة وجه وجه ليس وجه كذب ثم بدأ النبي الكريم يتكلم أول كلام قاله للناس ماذا قال قال سمعته يقول يا أيها الناس أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام يقول هذا اليهودي عبد الله بن سلام لما سمعت محمد ينطق بهذه الكلمات علمت أنه نبي لأن هذا كلام النبوة لو كان زعيم سياسي لتكلم عن مصالح وعن تحالفات وعن وإن كان تاجر لتكلم عن جبه الأموال وإذا كان صاحب رأي ولكن تتكلم نبوة أول ما سمعه ينطق قال أيها الناس أفش السلام وأطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام فقال عبد الله بسلام قال والله لقد وقع في قلبي أن هذا الرجل محمد بن عبد الله ليس مدعي هذا يبدو أنه فعلا نبي فلأسأله أسئلة حرجة لأنظر هل سوف يجيب أم لا فتقدم عبد الله بن سلام وقال يا محمد أنت تزعم أنك نبي قال أي نعم ربنا يشهد فقال له إني سائلك عن أسئلة ثلاثة لا يعلمها إلا نبي هي أسئلة لنا الجواب نحن بني إسرائيل نعلمها في الكتب المقدسة الصحيحة فإن كنت نبيا سأسألك إن أجبتني سأؤمن بك وإن وإن تلكأت أو أخطعت أعلم بأنك مدعي قال اسأل فقال هذا الرجل عبد الله ما أول أشرط الساعة وما أول ما يأكل أهل الجنة ومن أين يشبه الولد أباه وأمه أسئلة تعجيزية بالله عليكم أنتم أيها الأحباب الكرام هل عندكم جواب ما أول أشرط الساعة هل عندكم جواب ما أول ما يأكل أهل الجنة من أين يشبه الولد أباه وأمه فكان ينتظر عبد الله بن سلام أن محمد بن عبد الله لن يجب لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبسم وقال بكل بساطة أخبرني بهن جبريل آنفا عنده الجواب أخبرني بهن جبريل آنفا كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن وكان الوحي يكون شديدا عليه يتصفض عرقا في الليل الباردة أما في السنة السنة هي وحي أيضا كان جبريل يوحي أهله في عقله وأدنه كان سيدنا النبي يسمعه في عقله وأدنه فتجري على لسانه فقال الجواب أما أول أشرط الساعة فنار تخرج من المشرق فتحجر الناس إلى المغرب وأما أول ما يأكل أهل الجنة فزيرة كبد الحوت وأما الشبه فإذا سبق ماء الرجل نزع إليه الولد وإذا سبق ماء المرأة نزع إليها فقال أشهد أنك رسول الله جواب مفحم قال أول أشرط الساعة يعني الساعة لها أشرط سيقع تغير في البيئة في الزمان في المكان في التقس في المناخ في الكواكب في النجوم لاحظوا نحن فقط في زمن الكورونا فيروس صغير لا يرى بالعين المجردة ماذا فعل فينا ماذا فعل في الأنظمة الحاكمة عبر العالم عطل حركات المواصلات جوا وبحرا وأرضا وعطل التجارة الدولية ومنع الحفلات والأعراس وحتى المآتم منع كل شيء ضرب الاقتصاد والسياحة والمصالح الكبرى في غيس صغير مدى الذي وقع قدرة الله ربنا يعلمنا وكأنه يشهدنا على عظمته أما في الساعة أشرة الساعة يعني قرب يوم القيامة ما الذي سوف يقع؟ قال نار تخرج من المشرق نار ملتهبة تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب ستكون هناك والعياد بالله نسأل الله السلام والعافية أول أشرة الساعة فيكون لك ساعة الناس في لغط هناك إيمان هناك كفر هناك زيغ هناك ضلال هناك صلاح سرع فتبدأ أول أشرة الساعة نار تخرج من المشرق تقلبات مناخية ستضرم نار عنيفة ولن تنطفئ لن يستطيع الناس في ذلك الزمن مهما أوتوا من وسائل الإنقاذ والإطفاء أن يطفئوها والناس يهربون من المشرق إلى المغرب هذه أول أشرة الساعة هذا كلام مكتوب في التوراة والإنجيل يعلمه الأنبياء فقال هذا اليهودي عبد الله بن سلام صدقت ثم قال له السؤال الثاني ما أول ما يأكل أهل الجنة يعني أصحاب الجنة لما يدخلون إلى الفردوس ويبدأون أول حياتهم لأن دارنا أيها الأحباب دارنا هي الجنة دارنا ليست هي الدمية نحن فقط مؤقتين وأول يوم في الجنة ما هي أول وجبة لأن لن نقوم بالطبخ لن نقوم بالطهي ما غن تقدوش تقدية ما غنوجدوش المائدة في الجنة ما فيش عمل في تنعم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون عندهم شغل واحد وهو التنعم والأكل والشرب فسأله إن كان فينا النبي ما هو أول وجبة يأكله أهل الجنة هذا جواب معروف عند الأنبياء الصابقين فإن كنت يا محمد نبي أعطيني الجواب فأجاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكل مسطة قال أول ما يأكله أهل الجنة فهي كبد الحوت الله عز وجل هو الذي يطبخ أول وجبة رغم أن الجنة فيها خدم وفيها حشم وفيها بلدان مخلدون لكن الله تعالى يقول سأقوم بواجب الضيافة أول يوم في الجنة ربنا سوف يطبخ الطعام بنفسه وتكون الوجبة كبد الحوت لما يأكلها الناس لم يأكلوا مثلها قط أبدا سيأكل كل أهل الإيمان يعني اليهود الموحدون والنصارى الموحدون والمسلمون الموحدون وكل أهل الأديان الموحدون سيأكلون من هذا النعيم يا رب جعلنا منهم يا كريم فقالوا صدقس هذا كلام حقيقي فقالوا أما السؤال الثالث الشبه يعني كيفاش للولد كيشبه الأمه احنا جميعا عدنا أولاد وعدنا بنات باش كيشبه ولدك كيشبه الأب لكيشبه الأم باش كنعرفوها قالوا إذا سبق ماء الرجل نزع إليه الولد وإذا سبق ماء المرأة نزع إليها يعني لما يكون الزوجين في الفراش في علاقة زوجية حميمية فإذا سبق ماء الرجل الرجل ولد قدف أولا ووصل الماء إلى الجدر الرحيم وبدأ تخلق الجنين البويضة يكون الولد يشبه أباه الصورة صورة باه فإذا كانت المرأة قوية وجدابة واستطاعت هي أن ترسل ماءها أولا قبل الرجل فإن الولد المولود ذكر أو أنت يشبه أمه وهذا كلام مبتوط في الكتب السماوية المقدسة فقال عبد الله بن سلام والله كلامك صواب ووجهك وجه ليس بوجهك الداب وإني أشهد أنك يا محمد رسول الله فأسلم هذا يهودي أسلم يقول ابن عباس رضي الله عنهما قال لما أسلم تبعه عدد من اليهود علماء وعوام منهم تعلب ابن سعية وأسد ابن عبيد ولما وقع الصراع مع بعض اليهود بعض رفض والبعض الأخر قبل نزل القرآن الكريم يقول ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين إلى آخر الأهيات ربنا شرفهم قال هؤلاء أهل الكتاب ليسوا سواء لا تقول بأن أهل الكتاب كلهم فيهم سوء أو شر أبدا من أهل الكتاب أمة أي طائفة كبيرة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون هذا اللغبة الربانيين والأحبار تجدونهم بالليل يقومون بالليل ويدعون الله تعالى بالليل ويترنمون بالأذكار ويسجدون لله وقال بأنهم يؤمنون بالله بالتوحيد ويعتقدون بالبعت والنشور ليس كالملاحدة الملاحدة لا يؤمنون بالبعت والنشور جون بول سارتر زعيم الوجودية في العالم بفرنسا لم يكن يؤمن باليوم الآخر رغم أنه كان يهوديا ولكنه صار فيلسوفا وألحد وغيرهم داروين مثلا كال ماركس وفريدريك أنجليز وغيرهم من كبار الفلاسفة كانوا يهودا لكنهم لما تفلسفوا وتعلموا أنكروا الأديان أما هؤلاء فهم لا زالوا على فطرتهم السلمة يؤمنون بالله واليوم الآخر ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ربنا قال هؤلاء اليهود الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أعطاهم الأجر مرتين تصور بأن الأجر عندهم يضرب مرتين أكثر من نحن نحن كمسلمين آباؤنا مسلمين وولدنا مسلمين وصيرنا مسلمين هم أكثر منا في الأجر والتواب فقد قالت صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجرا تلسد الأشخاص يطمون للأجر مضاعف من هم رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد هذا له الأجر مرتين آمن بموسى إذا كان يهوديا فليؤمن بموسى فالإسلام يقول لا بد أن تؤمن بموسى ونحن جميعا نؤمن بموسى عليه السلام وقد ذكر في كتابنا مئة وأربعة وثلاثين مرة آمن بنبيه وآمن بمحمد إذا كنت مسيحيا آمن بالمسيح وآمن بمحمد خذ مسيحيتك من القرآن خذ يهوديتك من القرآن فمن كان عنده دين آخر ثم بقي على دينه وآمن بمحمد له الأجر مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه رجل كان عبد وكان مستقيم ولم يخن الأمانة ورجل كانت عنده أمة كان يطأها فأدبها وأحسن تأذبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم عتقى فتزوجها فله أجران يعني فيها رعاية حقوق العبيد والإماء لأن الإسلام هو أول حركة حقيقية في العالم دعت إلى حرية الإنسان وحرمت العبودية ولكن بشكل تدريجي وهؤلاء نزل عليهم قول الله تعالى من اليهود الذين أسلموا الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم يؤمنون هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا آمنا به إنه الحق من ربنا إننا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا هؤلاء يهود فضلاء صلحاء أسلموا بل هل تعلمون أيها الأحباب الكرام بأن نساء يهوديات أسلمنا بل منهن من صارت من أمهات المؤمنين إنها السيدة صفية بنت حويي بنت أخطب صفية بنت حويي بنت أخطب تسمى أم المؤمنين أسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أبوها كان من يهود بن النظير وكان ينتمي إلى أسرة هارون بن عمران وأمها هي بنت السموأل الشاعر العربي الكبير الفحل السموأل كان يهوديا من بني قريضة وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي يهودية وأسلمت حتى إنها كانت شديدة الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما مرد النبي الكريم واجتمع حوله نساءه قالت صفية بنت حويي إني والله يا نبي الله لو وديدت أن الذي بك بي تمنيت أن المرض نزل بك نزل بي أنا وبقيت أنت سليما كانت حبيبة رسول الله وهي كانت يهودية فهكذا ليس كلهم على عدوة هناك صلحاء وهناك فضلاء وهناك كرماء وهذا يحيلنا أيها الأحباب الكرام إلى أننا لابد أن ننظر إلى الأشياء ليس من نظرات قاتمة هناك نظرات الشريعة الإسلامية مرنة ولعل أصحاب الدعوة وأصحاب الإسلام يؤكدون على التوحيد النظيف المشرق فتستمر حركة الدعوة نحن في زماننا هذا صارت حركة الصراع الصراع بين الحق والباطل الصراع حول المكتسبات المادية لو أننا وصلنا إلى مستوى الحوار ومستوى الإقناع للدعوة إلى الله لا تغيرت أشياء كثيرة بإذن الله الواحد الأحد ثم قال ربنا بعد ذلك والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم ربما قد يكون الوقت قد ضاق بنا أريد أن ألفت الانتباء أيها الأحباب إلى أشياء لا بد أن نفهمها الصور التي سوف نقوم بتفسيرها لاحقا تقتضي منا جميعا أن ندرك بأن الله عز وجل عنده الكتب السماوية لكي نفهم الصراع والحركية التي سوف تتضمنها الآيات القرآنية في الصور المقبلة ربنا عنده كتب سماوية هي كتب أنزلها على الرسل السابقين بعضها سماها وبعضها لم يسميها كتب الله تعالى كثيرة جدا كثيرة في القرآن الكريم ذكر منها البعض فقط والبعض الآخر لم يسميه لنا لم يذكره القرآن من بينها هناك صحف إبراهيم الصحف ربنا قال أولم تاتهم بينة ما في الصحف الأولى صحف إبراهيم عليه السلام تسمى صحف كتاب مقدس كبير لكنه ضاع والزابور الزابور هو كتاب مقدس أنزله الله على داود عليه السلام قال ربنا وآتينا داود زابورا لكنه كان قصير كان داود يقرأه في سويعة وكان صوته جميل وإذا قرأ الزابور كانت الطيور في السماء والحيثات في قاع البحر والوحوش في البرية كلها تترنم حتى الجبال الصلد الصماء تتأثر أوب معه والطير الجبال والطير كلها تأوب معه تردد معه ثم هناك التوراة المنزل على سيدنا موسى الكريم عليه السلام وعنده الألواح ربنا في القرآن الكريم تحدث عن الألواح لابد لليهود أن يفهموا أن القرآن عظم دينهم وتكلم عن الألواح عن ألواح موسى قال ربنا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدة وتفصيلا لكل شيء ربنا عز وجل أخبر عن الألواح الذي يقدسها اليهود الآن في معابيدهم ويعطونها أهمية كبيرة ربنا ذكرها وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدة موعد وتفصيل للأحكام الشرعية من كل شيء ثم هناك الكتاب آخر الإنجيل المنزل على سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام وقد ذكر في القرآن الكريم مرات متعددة وربنا الخطاب للنصارى سوف نفرده حديث آخر في السياق الذي سوف ياتي نتحدث عن النصارى وأريد أن أرد على تلك السيدة سألتني بعد قبل يومين وهي ذهبت مغربية ذهبت إلى إسبانيا لتشتغل في حقول الفراولة وهي فكر متواضع لكن أترى عليها بعض المسيحيين فتمسحت لكن تقول أنا متمسك بديني هل أصم رمضان وأستعمل الصليب أقول لا الإسلام لا يمنعك بأن تؤمن بعيسى بالعكس من لم يؤمن بعيسى دينه باطل فلابد أن نؤمن بعيسى عليه السلام ولكن عيسى الموحد ليس بعقيدة التتليت ربنا يقول عن عيسى عليه السلام وقفين على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وآتيناه الإنجيل الإنجيل يا عباد الله الذي هو الكتاب المقدس عند النصارى ربنا يمدحه ويقول بأنه جاء مصدقا للتوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وربنا قال أيضا فيه موعد للمتقين فالإنجيل جاء مكملا أو معدلا لما في التوراة ثم بعد ذلك ربنا عز وجل سيتحدث عن القرآن الكريم الذي جاء لكي ينسخ الكتب السابقة لأن ربنا عز وجل تركها لأقوامها بما استحفظ من كتاب لكن القرآن الكريم هو ربنا تكفل بحفظه وجعله للناس كافة فنزل قول الحق عز وجل يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ثم قال وما هو إلا ذكر للعالمين هذه القضايا أيها الأحباب الكرام هي أساسية ينبغي أن ندركها لكي نفهم الصور المقبلة قريبا سوف نخرج من القرآن المكي ونلج إلى القرآن المدني ولابد أن نتعرف عن حركية الصور القرآنية وربنا إنما يرمي لكل غدا إلى أن نرجع جميعا إلى العقيدة الصحيحة السليمة عقيدة التوحيد لا إله إلا الله ثم أن نتعايش يعني كل البشر يتعايشون اليهود والنصارى والمسلمون يتعايشون على قيم المشتركة قوامها الحوار وقوامها التعاون وقوامها التضامن ونضع اليد في اليد لنبني مجتمعات مجتمعات فيها خير للجميع وننبد الحروب والنزاعات والتعصب ونوقف حركة سفك الدماء لأن الأديان كلها إنما جاءت للسلام جاءت لقيم المحبة والمودة والإخاء بين كل البشر ورافع لواء السلام هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاللهم يا رب يا كريم صلي على موسى الكريم وصلي على عيسى من روح الرحمن وصلي على إبراهيم أبو الأنبياء والمرسلين وصلي على محمد إمام الأنبياء وخاتم المرسلين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة